الحمد لله رب العالمين نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله اللهم صلي وسلم مبارك عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك ومن استنى سنتك ومن اقتفى بأثرك إلى يوم الدين أما بعد فأخوة الإسلام الحديث اليوم إن شاء الله تعالى عن الآية 187 من سورة البقرة وبعد أن ختمت الآيات الصيام في آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون ورسول صلى الله عليه وسلم قال لنا حديثا ينزل الله ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعني فاستجب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له تأتي الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وبتغ ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ليلة الصيام هي ليلة التي يصبح فيها المرء صائما الرفث إلى النساء الإفضاء إليهم قال الزهري الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة اللباس الملابسة والمخالطة تختانون أنفسكم أي تخونون أنفسكم بعمل شيء تعدون حراما والخيط الأبيض أول ما يبدو من بياض النهار كالخيط الممدود رقيقا ثم ينتشر ثم ينتشر والخيط الأسود هو ما يمتد من سواد الليل مع بياض النهار فالصبح إذا بدأ في الأفق بدأ كأنه خيط ممدود ويبقى بقية من ظلمة الليل يكون طرفها الملاسق لها ما يبدو من الفجر لأنه كأنه خيط أسود في جنب خيط الأبيض الإتمام الأداء على وجه التمام ولا تباشرهن حقيقة مباشرة مس كل بشرة الآخر أي ظاهر جلدي والمرضب ما أريد بالرفث والاعتكاف هو المكث في المسجد طاعة لله وتقربا إليه الحدود واحدها حد وهي في اللغة الحاجزة بين شيئين ثم سمي بها ما شرعه الله لعباده من الأحكام لأنها تحدد الأعمال وتبين أطرافها وغايتها فإذا تجاوزها المرء خرج عن حد النصيحة وكان عمله باطلا التفسير لهذه الآية الكريمة عندما فرد الصيام كانت المباشرة والطعام والشراب تمتنع لو نام الصائم بعد إفطاره فإذا صح بعد نومه من الليل ولو كان قبل الفج لم تحل له مباشرة ولم يحل له الطعام والشراب وقد أقع أن بعضهم لم يجد طعاما عند أهل وقت الإفطار فغلبه النوم ثم صح فلم يحل له الطعام والشراب فواصلها ثم جهد في النهار التالي وبلغ أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع أن بعضهم نام بعد الإفطار أو نامت امرأته ثم وجد في نفس ما دفع المباشرة ففعلة وبلغ أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت المشقة في أخذ المسلمين بهذا التكليف فردهم الله إلى اليسر ونزلت هذه الآية تحل لهم مباشرة ما بين المغرب والفجر ورى بعض العلماء أن الآية ليست من قبيل النسخ وإنما هي الإرشاد إلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعبادة خل صلال الصيام من إباحة غشيان أزواجهم ليلا ومن جواز الأكل والشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكأن الصحابة كانت يتحرجون عن ذلك ظنا منهم أنهم من تذمة الصوم ورأوا لأن لا صبر لأنفسهم عن الأكل والشراب والجماعة ليلا فبين الله لهم أن ذلك حلال لا يحرج فيه واصحاب هذا الرأي يستشهدون لذلك بما رواه البخاري عن البراء قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء الرمضان كله وكان الرجال يخنون أنفسهم فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تقتنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم وحل لكم ليلة الصيام أن رفث إلى نسائكم أي الله الله سبحانه وتعالى حل لكم ليلة الصيام قربان نسائكم وقد علمنا الله النزاة في التعبير على هذا الأمر حين الحاجة إلى الكلام فهذه بعبارة مبامة كقول أولامستم النساء أفضى بعضكم إلا بعض دخلتم بهن فلما تغشاها حملا والرفث في الأصل الفحش من القول وكلام النساء حين الجماعة كنية به من عن مباشرة للزوجة لها غالبا يقال رفث في كلامه وأرفث فيه إذا أفحش فيه والمراد في الآية الجماعة المباشرة هن لباس لكم أنتم لباس لون أي رخص الله سبحانه وتعالى مباشرة هن ليلة الصيام لأن كل من الزوجين يسكن إلى صاحبه ويكون من شدة القرب منك الثوب الملابس له وكانت العرب تسمى المرأة لباسا وهذه حالة تقوى معها الدواعي إلى المباشرة فمن رفقه الله تعالى بعباده فمن رفقه تعالى بعباده أن أحلها لهم علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم الإختيان مراوضة الخيانة ولم يكن تخون أنفسكم لأنه لم تكن منهم الخيانة بل كان منهم الإختيان فالإختيان تحرك شهوة الإنسان يتحرى الخيانة وذلك ما أشار إليه بقول تعالى إن النفس الأمارة بالسوء والمعنى علم الله أنكم كنتم تراودون أنفسكم على مباشرة نسائكم ليلا وعلى الأكل بعد النوم قبل أن يظهر الفجل الصادق بل إن بعضكم قد فعل ذلك فكان من رحمة الله بكم أباح الأكل والشرب والجماع في ليالي أرض صيام وأن قبل قبل توبتكم وعفى عنكم أي محى أثر ما فعلتموا من الأكل والجماع قبل أن يأذن لكم بذلك فتاب عليكم وعفى عنكم أي قبل الله توبتكم وعفى عن خيانتكم أنفسكم إذا خالفتم ما كنتم تعتقدون حين فهمتم من قول كما كتب على الذين من قبلكم تحريم ملامسة النساء ليلا أو تحريمها فالآن باشرهن وارتغ ما كتب الله لكم بهذا أزال الله عن المؤمنين الحرار فباح لهم أن يباشروا نساء يوم ليلة الصيام مع مراعاة أن الهدف ليس إرضاء الشهوات الحز بل إعفاف الزوجين وحفظ النوع الإنساني والتمتع بالحلال والتأمل في فضاء إلى الله ونعمه على المؤمنين قال تعالى ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بهذا تربط العلاقة مباشرة بين الزوجين بغاية أكبر منها وأفق أرفع من الأرض ومن لحظة اللذة بينهما وبهذا تنظف هذه العلاقة وترق وترقى وفي الحديث الشريف إن لربك عليك حق وإن لزوجك عليك حقا وإن لبد أنك عليك حق فأعطي كل ذي حقا حقا وقل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وحلة هذه الآية للصائمين أن يباشروا زواجاتهم وأن يأكلوا ويشربوا من غروب الشمس حتى تروع الفجر والخيط الأبي كناية على الشعاع الضوئي المنتد بعرض الأفض فإذا بدأ زوروا تميزا من فوق الليل الأسود من اللون الفجر عبارة عن مجموع الخيطين الأبيض والأسود ثم تموا صيام إلى الليل أي ثم استمروا في صيامكم إلى ابتداء الليل لغروب قرص الشمس وميلزموا من ذهاب شعاعها من قدران البيوت والمآذن ويطلو ذلك إقبال الليل قال صلى الله إذا أطبر النهار وأقبل الليل وغابت الشمس فقد أفطر الصائم ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد الاعتكاف الخلوة في المسجد تقاربا إلى الله ويستحب الاستعكاف ويستحب الاعتكاف في رمضان وخصوصا في عشر الأواخر وكان صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان والاعتكاف لون من سموه النفسي والزهد في حطام الدنيا والتفرغ للطاعة والعبادة ولا يكون الاعتكاف إلا في المسجد ولذلك نهل معتكف عن مباشرة الزوجة في فترة اعتكافه مراعاة لحرمة المسجد وتجردا من شهوات الجسد وسموا بالروح في فترات من الفترات تلك حدود الله فلا تقربوها إشارة ما تقدم من أحكام وسما حدود لأنها حجزت بين الحق والباطل والنهي فلا تقربوها آكاد من لا يعتدوها لأنه يشير إلى البعد عنها وعدم الاقتراب منها لتكون هناك منطقة أمان فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وعلى هذا النحو الدقيق وضح الله سبحانه وتعالى الأحكام للناس حتى لا يلتبس عليهم الحق بالباطل وبهذا تصح عبادتهم وتسم نفوسهم وتسكن التقوى في قلوبهم وكذلك تلوح التقوى غاية يبين الله آياته للناس لبلغوها وهي غاية كبيرة يدرك قيمتها الذين آمنوا المخاطبون بهذا القرآن في كل حين وهكذا أوضح لنا الحق سبحانه وتعالى الآيات الكريمة ليبين لنا الصيام وتفصيلاته الكريمة وهذا ما عرضناه في الآيات الصيام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ترجمة نانسي قنقر